كشف مصدرون في الشركة السورية الاتصالات التابعة للحكومة السورية عن وجود دراسة لرفع إجور خدمات الاتصالي والإنترنت بات من الطبيعي لجوء الحكومة السورية بين الحين والآخر لرفض خزينتها المتهالكة بالأموال من مصادر مختلفة بما في ذلك فرض إجراءات مشكوك في أمرها وإصدار قرارات وتعميم لا تحسن من واقع السوريين المأساوي بل على العكس تفاقم المعاناة في ظل الأزمات المعيشية والاقتصادية مصدر في الشركة السورية للاتصالات التابعة للحكومة كشف في تصريحات لصحيفة الوطن شبه الرسمية عن وجود دراسة لتعديل أجور خدمات الاتصالات والإنترنت لضمان استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على جودتها وفق ما تقوله الشركة المصدر قال إن مشغلي الاتصالات الثابتة والجوالة يعتمدون بصفة أساسية في تأمين المكونات اللازمة لاستمرارية عمل الشبكة على سلسلة من التوريدات مرجعاً الأمر إلى ما أسماه بالحصار الاقتصادي والذي يعرق الاسترادة التجهيزات الفنية اللازمة لتشغيل الشبكة وصيانتها قرارات تلقى انتقادات كبيرة ورفضاً واسعاً إذ يتم اعتبار مثل هذه الخطوات تلبية لطلبات النقابات والشركات وأصحاب المصانع والتجار فيما يقول مراقبون إن الحكومة تسعى في إطار خطط ممنهجة لرفض خزيناتها من جيوب السوريين الذين أنهكتهم الحرب وأزماتها ووفقاً لخبراء اقتصاديين فإن رفع أسعار الأنترنت والاتصالات دون دراسات معمقة خطأ كبير إذ الرفع سيزيد من التكاليف بما فيها التعليم ويحد من التثقيف المجتمعي ينضم إلينا من حلب مصطفى قلع جي أمين عام حزب التغيير والنهضة السوري أهلا بك أستاذ مصطفى إذا نتحدث عن ما كشفته صحيفة الوطن المقربة طبعاً من الحكومة السورية عن دراسة لتعديل جور الخدمات الاتصالات والإنترنت هل تعتبر هذه الدراسة هو استعداد لرفع الجور والأسعار مساء الخير أستاذ علي لحضرتك مساء الخير لجميع المشاهدين مساء النور الحقيقة إذا نظرنا إلى صورة المشهد شكله الكامل نجد أن الحكومة المركزية في دمشق فقدت الكثير من إراداتها والتي تتمثل في السروات الباطنية المعابر الحدودية للموانئ البحرية والبرية والجوية مسألة الجماري الضرائب المفروضة على المتجين من الصناعي والجاعة وكذلك كل هذه الموارد التي كانت تحظى بها الحكومة السورية للأسف معظمها بات خارج الخدمة يعني لا يمكن أنك تأخذ من النفط أو من الغاز ومعظم النفط والغاز ليس بيد الحكومة السورية المعابر الحدودية الموانئ نفس المسألة موضوع الحصار الممارس على الدولة السورية من 14 سنة وحتى اليوم كل هذه المسائل اتفاقمت لكن إذا تلجأ الحكومة باتجاه رفع أسعار الخدمات هذا الأمر غير منطقي نهائيا لأنه اقتصادات الدول لا تبنى من الضرائب المباشرة هي تبنى من الضرائب الغير مباشرة وبالتالي وقت اللي أنت بتفرض ضريبة مباشرة هذا المواطن يعني عم بتزيد بإرهاق هذا المواطن وبالتالي أنت ما نك قادر أنك تقدم له الخدمة بالمستوى للتقلية لو نظرنا إلى نفس الخدمات المدفوعة قيمتها في سوريا باتجاه دول أخرى نجد أنها قيمة صفر يعني مثلا دولة مثل رواندا حديثة العهد يعني ما عندها هداك التاريخ الاقتصادي والسياسي الكبير جدا يعني هي من عشرين سنة كانت عبارة عن مجبوعة من القبائل سن الماضية كان في قمر صناعي أطلقته رواندا والإنترنت اللي هو في رواندا بلاش صفر ما بتدفعينته يعني المواطنة بيأخذ إنترنت يعني ما عنده أي تكملات المشكلة أيضا أنك أنت وقت تشوف المشرع اللي عبيرفع السعر يعني المسؤول اللي عبوح باتجاه رفع السعر قبل الفترة تم رفع السعر مياه المياه الشرب في سوريا البقين ودريقيش وقتها أنا حكيت على الإعلام السيد طبعا هاي المصانع مملوكة لوزارة الصناعة في دمشق قلنا لهم أخي أنتوا عم تقولوا نحن رفعنا أسعار المياه لأنه تكاليف الإنتاج أصبحت كتير كبيرة طيب رواتب العمال والموظفين هي جزء من تكاليف الإنتاج ليش ما عم ترفع رواتب والموظفين والعمال تبعينك بنفس النسبة اللي أنت رفعت فيها المي يعني اليوم الموظف في سوريا لو كان هو عم ترتفع راتبه بنفس النسبة عم تزيد فيها الدولة الرسوم اللي عم تفرضه عليه كان ما عنده مشكلة نهائيا لكن أنت اليوم سعر لتر نصف مي طلع من 16 ليرة سوريا من البداية 2010 هلأ اليوم حق ألف وشوي يعني كم ضعف زادت زادت طريبا شي مية ضعف هل مية ضعف الراتب الموظف ما أخر ما زاد مية ضعف ولا زاد بنفس النسبة نهائيا أبدا أبدا بذلك تدني الدخل يعني مصيبة ومصيبة كثيرة كبيرة أنك تروح تدفع أجور خدمات أنت أصبحت بحاجة لا لا عرفت لكن قيمتها مرتفعة جدا يعني يبقى اليومي ألف أتور التليفون خلياوية عم نتفع نحن كل شهر بحدود يعني 200 ألف ليرة سوري الشهر الماضي كانت 133 ألف هي أنترنت ومكالمات خليوية طيب شو نحن معنا نحكي كله داخلي ما في معنا مكالمات خارجية أطلاقا أبدا أبدا لأن المكالمات الخارجية عم نستخدم فيها الواتس أب عم نستخدم فيها وسائل التواصل الإلكترونية مع يعني مع أبنائنا أو أقاربنا أو مصارحنا الموجودة خارج لذلك من الخطأ الجسي أنه نرفع أسعار الخدمات في دبي يكون في دراسة مصبقة لا يتسأل ونعزو المسألة أنه والله نحن عمنا تكاليف إنتاج تكاليف صيانة تكاليف بالعكس تماما يعني أربح استثمار على الإطلاق هو الابتصال لأنك أنت بس ركبت الأجهزة تبعتها ما في عندك هذهك وهذه النقطة وهذه الجزية بالتحديد أساس مصطفى نعم تقودنا لأسؤال إذن هل المبررات التي ذكرتها الحكومة هي مقنعة موضوع التوريدات لأنه قبل أشهر قليلة في شهر شباطنا ما أعتقد أيضا تم رفع جور الاتصالات والإنترنت ما الذي تغير أسعار الدولار هي نفسها والتوريدات هي نفسها يعني هذه المبررات هي مقنعة المسألة المسألة بعيدة كل البعد عن التوريد التي قدمته الجيئات القائمة على الاتصالات المسألة واضحة تماما 100 بل يعني اليوم الوضع في سوريا لم يتغير منذ رفع آخر مرة رفعت الاتصالات الأسعار تبعتها وحتى الآن بالعكس تماما الانفراجات الدولية هي يعني أفضل على الحكومة السورية من من قبل عرفت وبالتالي المفروض يكون فيه تسهيلات بالمسألة لكن مشكلة قطع الاتصالات من المتحكم فيه يعني للأسف الشديد يعني فيه مسائل مرعبة تماما يعني مسألة اليوم انت بتجيب جهاز تليفون خليوي رسوم جماركو قد حق الجهاز مرتين وبالتالي كيف يعني شو ليش ليش أي لصة يعني المسألة بالأصل كانت الرسوم يعني اليوم انت وقت اللي نحن اشترينا خط القليوي بستين ألف دير سوري أول ما طلعت شركة سريتين ومتين الستين ألف كانت تعادل ألف وثلاثمين دولار يعني ما كان ما كان المبلغ بسيط بنصر لكن حاجة الناس الماسري وعدم وجود شركات أخرى منافسة سريتين ومتين واحتكار هذه الخدمة من أصحاب متين وسريتين وبالتالي كان المواطن مجبور انه يروح يشتري هاي الخطوط وبالتالي اندفعت ديمتها الباهظة في ذلك الحين لكن انت مجبور ما في عندك ما عندك خيارتين عرفت كيف مستاذ علي الوقت اللي اندفع ديمت الخط ألف وثلاثمين كانت كمان أيضا الفواتير غالية ما كانت يعني المشكلة انه الشركات الاتصالة عم تقارن هي دخلة بالسابق قبل 2010 عم تقارن معها لانه عم ترى حالة انه خسران مزبوط لا تخسر ليش لانه هي كانت عم تسر جيب المواطن مع العلم انه البيانات المالية لشركة سريتين طبعا مثال شركة سريتين العام الماضي كانت نسبة الارباح التي كانت تقريبا صافي ارباح 22% فقط يا استاذ علي هذا البيانات صافي دائما انا عندي كنترول على هذا الرقم انا ما عندي كنترول على هذا الرقم ولا عندي يعني ما تاخذ يبا الكلمة خليني اخذ المؤشر الاساسي بهذه المسألة هل رفعت شركة اقتصالات بشكل عام كل الاتصالات رفعت رواتب موظفين اللي بالقطاع بنفس نسبة بالنسبة الرواتب يعني بنفس نسبة القدمات اللي رفعت اسحار اعتقد هذا الكلام مو صحيح يعني اليوم انت بتاخد كل الموظفين اللي موجودين بالابتصالات للتابعيل وزارة الاتصالات وكل الموظفين التابعيل لشركة امتين ولا شركة سيليتين رغم انه رواتبهم بالاصل هي رواتب مرتفعة غير الرواتب الموظفين الاتصالات لكن ما تم رفع رواتبهم بنفس نسبة الخدمات اللي عم تقدم ها الشركة وبالتالي انت يعني المسألة المسألة واضحة تماما انت عم ترفع اسعار خدماتك عم ترفع اسعار الاصص طبعا تقنية بالنية لكن ما عم تقدم هاي الخدمة اللي لازم تقدمها لا لا الموظف طبعا اللي لازم ترفع لو راتبوا انت بنفس النسبة ولا عم بتقدم خدمات توازي يعني مسأل سرعة الانترنت بطيئة جدا وبيعط مئة مرات لو اتنا يصل متعات القلب العالم البرامج معظمة ما بتشتغل معك ومحجوبة لانه بدك تشغل على برامج ثانية لحتى تدفع تكاليف عليها موضوع الابراج بمجرد ما تنطلع الكهرباء معظم الابراج يعني طاقة المدينة تبع تغيير شغالي وبالتالي بس اطريك الكهرباء راح تغطي عن هاي الابراج وبالتالي خدمة سيئة جدا عبر الشركة طبعا انا ما بحك على شركة وحدة تدين نفس الوصة نفس الترتيب نفس شي وطبعا كلها الوصة مربوطة بمسائل تانية بحجاج اعتقد انها حجاج واهية مسألة الحصار وهي الوصص سيد نحن دوما صارت بالنسبة انها اسطواني مشروخة انك تسمع انه حصار ونبع في ايش المسألة اعتقد ابعد من زال الكثير والمواطن لم يعد يحتمل هذه الضغوطات التي يعني قسمت ظهر عدة مرات سيد مصطفى قلت ان المواطن لم يعد يحتمل هذه الضغوطات هنا نسأل ما مدى تأثير اي رفع جديد للاتصالات يعني عندما نتحدث مكالمة الاتصال الخلوي اليوم تقريبا خمسين ليرا سوريا او باقة الواحد ميجا بايت على الاتصالات تقريبا تسعة عشر الف سوريا يعني اي رفع هناك من يقول يعني هي مجرد ليرات ليست لها قيمة لا المسألة المسألة ليست مقوطة بحد قادر مؤسسة اعلامية المؤسسة الاعلامية هي مجبورة انه تقدم لك انترنت وتقدم لك اتصالات تقدم لك كل شيء لكن المواطن العادي شو يقدم يعني كان هو يدفع من دخله مثلا نقول الفاتورة تبعته خمسة عشر الف وعشرين هاي العشرين الف صارت مئة الف المئة الف سوريا يعني صارت تشكل تشكل خمسة وعشرين في المية من راتب مدير عام مدير عام اليوم على مستوى البلد راتب ما بتجاوز تلاتية وتسعين الف سوريا 400 الف سوريا الموظفين اللي عاديين الرواتبهم بنفس الوسط طريبا طيب انا اذا ادفع تفاتور التليفون سبعية بانين الف هاي لألي طيب وزوجتي بدا كمان تليفون كمان ستين سبعين الف طيب اذا في اولاد بالبيت بتليفون يعني صارت المسألة مووري هي القبس متعبة وغير يعني غير ممكنة يعني انت بدأت تصنعني عن هاي الخطبي بتنتصال لواء انك انت غير قادر على استخدام الاتصالات بشكل او باخر لانك انت ما قادر تدفع هاي الفاتورة ناهيك عن الفواتير الاخرى اللي انت ملتزم فيها اللي هي الكهرباء والبيو اجار البيت وخور كلها اللي حكي مسألة التعليم اللي بعظم التعليم صار بتدفع مصاري لحتى تعلم ولادك وبالتالي يعني انت مرهب كمواطن لان اختخل تبعك شبه معدول طيب استاذ مصطفى اسأل عن رفع الجور او تعديلها مع اطلاق شركة وفا قبل اسابيع قليلة هل هناك اي صلاة بين الموضوعين قبل اسابيع قليلة تم اطلاق خدمة اتصالات وفا في دمشق هل يمكن ربط هذا الموضوع تعديل الاسعار باطلاق هذه الشركة خدماتها باللغة التجارة وبلغة الخدمات المفروض اذا في شركة ثالثة دخلت على الغد يكون في نور من المنافسة بالشركات الثلاثة وبالتالي المفروض يكون تخفيض الاسعار مو انت تروح بالتجاه رفع الاسعار يعني اليوم انت كل الدول المجاورة لسوريا بتشوف العروض مختلفة يعني استخدم الخط الهاتف مثلا المية دولار منعطيك عليه عشر بالمية حسن 200 دولار و30 بالمية حسن كل الشركات تعطي هذه الحسومات إلا في سوريا كلما بتستهلك تليفونك أكتر وانترنت أكتر بتدفع رسوم وضرائب أكتر على المسألة يعني للأسف الشديد الموضوع عندنا من مؤلوب استاذ عدي نحن يبدو يبدو لهلأ كل المواطنين في سوريا يعني ما في ما في إلهم بكايات بالمعنى البلدي بحلب البيت اللي ما في إلهم بكاي بطل حقه مهضوم يعني للأسف الشديد قطع الاتصالات قطع مهم جدا لكن من يديره من يسيطر عليه لمن عائداته كيف بتصير المسألة تبعته يعني للأسف الشديد يعني إذا كان إذا كانت هذه الزيادات تصب في النتيجة في خزينة الدولة السورية معنش خير أمرنا لله نحن كمواطنين دولتنا في أزمة وبدنا نوقف مع الدولة السورية بشكل أو بأقرب لكن يعني للأسف الشديد نحن عم نشوف أنه في مساحة الجانية من تحت الطاقة ما حدا ما عم نعرف من الذي عم يستفيد منه سيد مصطف ذكرت الاتصالات هو قطاع مهم هل تأثر بقدر ما تأثرت بقطاع الطاقة سواء الكهرباء أو النفط أو الزراعة أو الصناعة خلال هذه الأزمة السورية موضوع قطاع الاتصالات أعتقد التأثير بسيط جدا المشكلة فقط في قطاع الاتصالات هي مسألة الطاقة المديدة التي كانت موجودة بالأبراج تبع شركة سوريا تلو امتع الطاقة المديدة كانت تعتمد على مسألة الألواح الشمسية والبطاريات للتخزين بعض هاي المناطق التي تعرضت للاحتلال تم سرقتها بشكل عادي كثير من مقدرات البلد نزرقت وفت على هاي الأبراج يعني كانت قادرة الشركة عبر الأرباح البائزة اللي عم تحققها من المواطنين انه ترجع تعيد مرة تانية ترميب هاي الأبراج وبسهولة جدا يعني ما عندها مشكلة هي شو اليوم المسألة واضحة كليتنا بالبلد ومنعرف تكاريف الانتاج كشلون تنحسب وشلون بتصير انت اليوم عندك مصروف سابت ومصروف متحرك المصروف السابت هو الأجهزة اللي انت ركبت أول مرة واللي هاي بتدفع مرة واحد المصروف المتحرك هو رواتب وأجور رواتب وأجور للموظفين تبعينا وهي تعرف حضرتك لم يكن هناك زيادات كبيرة على رواتب وأجور للموظفين لا قطاع الاتصالات الحكومية ولا قطاع الاتصالات الخليوي الخاص طيب معناته وين تكاليف الاتصالات وين الفروقات والأسعار راحل يعني انت اليوم احسب الفروقات الكبيرة الباهظة اللي عم يتحمل المواطن ما سفت منا حتى الموظف اللي عم يشتغل بالاتصالات وبالتالي المسألة يعني فيها فيها عق بالنتيجة المواضيع مثل هاي الأساس كثيرة وزيادة يعني انك تحافظ على الاقتصاد مو بها اعتقد لو راحت الحكومة السورية الاتجاه الضغط على نفسك قليلا تقديل الهدر بالمال العام اربح بكتير من انه هي تروح الاتجاه انك تعمل هاي ترفع خدماتك يعني مثلا اعطيك مساء هذا وقت انصار امتحانات البكالوريا والتاسع الحكومة شكرا تعم تخسر لقاء انه تقطع الاتصالات بحدود الاربع ساعات تت ساعات لوقت ما تخلص قصة الامتحانات بحجة انك انت بدك تروح وانه عبصير تهريب للأسئلة عبر الانترنت وعبر الاتصالات لك شو هاي الموظفين السقة اللي هن يعني كتير سقال وكتير يعني على المفاصل اللي هن عبقيروها وبالتالي والله انا بخاف من الموظف طبعي فبروك بقطع الاتصالات للأسف لو فيه ادارة صحيحة للموضوع جهازه صغير جامبر اسمه هذا الجهاز بتركبه بالمدرسة اللي فيها الامتحانات له قدرة فيه اجهزة الى قدرة محيطة خمسمية متر او واحد كيلو متر او ثلاثة كيلو متر كل جهاز حسب قيمته بتركبه جهاز للمدرسة وكل ست القصة كلياتها بتكون انت بنعت الاتصال عن المنطقة اللي فيها الامتحانات وضلت خدماتك عم تقدمها انت وتسفيد مننا لكن للأسف يعني فيه ادارة غير صحيحة للمسألة بشكل واضح طيب اشكرك جزيل اشكر من حلب مصطفى قلعجي امين عام حزب التغيير والنهضة السوري